اكد سعدة السيد جميل بن محمد الحمدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أن مملكة البحرين وفظل توجيهات جلالة ملك البلاد المعظم ومتابعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مستمرة في توفير البيئة المناسبة للعمال بما يراعي حقوقهم ويزيد من فعالية دورهم في التنمية الاقتصادية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول تسجيل العمالة الوافدة بشركة مع القطاع الخاص وقال سعدة وزير العمل خلال المؤتمر أنه تنفيذا لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تم البدء باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسجيل العمالة الوافدة مؤكدا أن الحكومة تواصل تبني التوجهات والقرارات التي تسهم في استقرار ونمو سوق العمل لتوليد المزيد من الفرص النوعية للمواطنين وأشار إلى أن مملكة البحرين تواصل مساعيها الدائمة لتوفير بيئة العمل السليمة والآمنة والمنتجة المتوافقة مع معايير العمل الدولية من جانبها بيّنت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن أولى الخطوات لتسجيل العمالة تتمثل في استحداث نشاط مراكز تسجيل العمالة في نظام سجلات وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة مشيرة إلى أنه سيتم تفعيل نظام حماية الأجور لضمان حقوق العمالة وأصحاب العمل وفيما يتعلق بأبرز شروط نظام تسجيل العمالة الوافدة أوضحت جمشير بأنه يمكن للعمالة الوافدة المتواجدة في المملكة فقط التسجيل في هذا النظام ولا يسمح كذلك للعامل المسجل بالحصول على سجل انتجاري من جهتي أكد سعدة سيد سمير بن عبداللناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الغرفة تواصل جهودها لتحقيق رؤى جلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله نحو تنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وذلك بالتعاون مع الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلغاء العمل بنظام تصريح العمل المرن قرار مهم تم البت في تفاصيله خلال هذا المؤتمر الصحفي الذي أكد تحقيق المنفعة من خلال هذا القرار لكافة الأطراف في سوق العمل البحرينية هذا القرار قدم دفعة كبيرة للسوق لتعزيز مبادئ البيئة الاقتصادية العادلة والحفاظ على المكتسبات الاقتصادية لمملكة البحرين والتي تستهدف المواطن البحرينية في المقام الأول مع مراعاة حقوق العمال وأصحاب العمل خطوة اللي أمر فيها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ظل طبعا توجيهات صاحب الجلالة الملك المعظم تحتف إلى تحقيق العدالة ودعم العاملين في مملكة البحرين سواء كانوا بحرينيين أو وافدين فتنظيم سوق العمل بهذه الطريقة والإعلان عن إلغاء ترخيص العمل المرن وفتح المجال لإصلاح أوضاع العمالة غير النظامية في البحرين بمجيز من الشروط ومزيد من المعايير وربط الممارسة مزاورة الأعمال بمعايير محددة وتوثيق قاعدة معلومات أو بيانات كاملة يعني لا تستثني أحد وتخضع الجميع للنظام نأمل من ذلك أن تحصل سوق العمل على مزيد من التنظيم مراجعات وتقييمات مستمرة من قبل الحكومة لتطوير القوانين والتشريعات لمنع المنافسة غير المتكافئة والوقوف على الاحتياجات لتوفير المطلوب لإحداث التأثير الإيجابي على حركة السوق وضعت هيئة تنظيم سوق العمل خطة تنفيذية شاملة للفئة بما تشمل الإعلان عن مراكز التسجيل وأيضا تكثيف الحملات التفتيشية وربط المهن بالمعايير والاقتمادات المهنية الآلية التي وضعتها الحكومة اليوم ستكون تحت مراقبة بالنسبة لنا كغطاء خاص وسيكون تقييم دوري ممادة تأثير الفكرة اللي عملت حاليين ونحن نشوف إن شاء الله نتمنى لكل التوفيق ترجمة نانسي قنقر